الزميل خالد الشعبي اليوم أثناء تجوله في اليابان لفت نظره أحد المشجعين اللي سافروا وقطعوا مسافة طويلة وتعنوا إلى اليابان ليشاهدوا الهلال في إياب النهائي لكن قبل ما أروح لهذا المشجع وما رصده خالد ينظم لي الآن عبر الهاتف الدكتور فهد الجربوع الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص رحب فيك دكتور فهد خلنا أسألك في البداية كيف كان أو كانت عملية سفر أول بعثتين من الجماهير السعودية التي أمر بها سمو سيدي ولي العهد أولا أمسي عليكم بالخير وعلى الأخوة المشاهدين ويعني أحبت قدنا بهذا المناسبة بالشكر لمقام سمو سيدي ولي العهد بالأمير محمد بن سلمان على هذه المكرمة لنقل جماهير الهلال الحقيقة أنا بس صحيح ما لومة طائرة على وشك وصول إن شاء الله هي تقريبا في آخر نسميها ليك تقريبا عبارة الأجواء الصينية لها الآن تقريبا قرابة ساعة ونص متوقع إن شاء الله إنها خلال الساعتين القادمات إن شاء الله تهبط في توكيو فهذه طبعا هي كانت أول طائرة وتقل 245 من المشجعين إن شاء الله في ثلاث طائرات أخرى نحن والأخوان في نادي الهلال وأسمح لي بالحقيقة حقيقة أن يتقدم بالشكر لهم حقيقة وتقدم أيضا بالشكر لسموه الأمير عبدالجل بن ترك الفيصل والأستاذ رجل الله السلمي اللي صراحة يعني ما قصروا في تقديم كل الدعم والأخوان أيضا في نادي الهلال يعني حقيقة أنهم كانوا في سباق مع الزمن تعلمون أنها يعني الحصول على التأشيرات في وقتي وقياسي ويعني الحصول على الجوازات ليلة البارحة يعني الجميع صراحة كانت منظومة عمل متكاملة فاسمح لي أن يتقدم لهم بالشكر نيابة عن منسوب السعودية وبإذن الله يعني هذه أول طائرة تصل يعني خلال ساعتين نجدولين إحنا أيضا رحلتين بكرة واحدة ساعة ستة إلى ثلث والثانية الساعة أحد عشر إلى ثلث بحيث أنهم إن شاء الله يصلوا في وقت كافي وينانون يعني المشجعين على الأقل كده الليلة من راحة إلى ليلتين الرحلة الرابعة إن شاء الله إحنا بنعمل مع الأخوان في نادي فلال أيضا يعني فرزل برضو جوازات وتحديد الأسماء لطبعا إرسالها للسلطات المطار في توكيو دكتور فهد هذي خليني أسألك كم عدد المشجعين اللي بسافرون على الطيرات الأربعة اللي سجلوا في نادي الهلال وكانوا نعتبرهم يعني منطبق عليهم الشروط من ناحية الجوازات ألف وستمية وطبعا هذا الألف وستمية اللي قدمت جوازاتهم من قبل الأخوان في نادي الهلال للسفارة واللي طبعا بلغنا أنهم يعني العدد الكامل ألف وستمية لكن تعرف يعني قد يكون مثلا في بعض اللي كانوا ناوين يسافرون يعني تواجههم بعض الظروف لكن نحن مجهزين أكبر طائرات السعودية اللي بساعة مقعدية 413 مقعد منها 30 مقعد بيزنس ودرجة العمال و383 مقعد سيحية فالسعر السعبية عندنا مقعدية كافية ولو في زيادة على ألف وستمية باستطاعتنا أن نقوم بذلك بإذن الله صحيح للمعلومة دكتور فهد هي ما في خط مباشر ما بين الرياض للطوكيو بالنسبة للخطوط السعودية صحيح؟ لا لا يوجد خط مباشر وهذه طبعا استثنائيا نعم هذه رحلة عارضة يعني نسميها شارتر طيب هذه خليني أسأل الطيارات الطيبة اللي وصلت توكيو مع البعثة أو مع الجماهير بترجع ولا بتبقى في مطار توكيو حتى يرجعون الجماهير؟ لا هترجع هترجع لأنه في عندنا ثلاث رحلات أخرى ربما طبعا إذا توصرت الأماكن للطائرة الأخيرة يعني ممكن أنه تتوقف هناك لكن في الغالب الطائرات ترجع يعني استبدال الملاحين وكل شيء احنا مخططين له يعني بالوقت يعني ما عندنا أشكالي وتعرف يعني دائما بالنسبة لمطارات اليابان بشكل عام تشهد دائما كثافة طيران وبالتالي حتى لو حبينا أننا نبقي الطائرات الأمر صعب جدا دكتور فهد الجربوع الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر